بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خسائر فادحة للروس بالصور طائرة تجسس تكشف مقبرة دبابات روسية قرب حدود أوكرانيا أظهرت صور ملتقطة عبر طائرة مسيرة أوكرانية ما بدأ أنها مقبرة دبابات روسية ضخمة أقيمت داخل الأراضي الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وقال موقع ياهو نيوز أن هذه الصور التي التقطتها وحدة استخبارات أوكرانية تسلط الضوء على حجم خسائر موسكو خلال المعارك مع القوات الأوكرانية وعثرت طائرة تجسس بدون طيار أوكرانية على مقبرة الدبابات التي تبعد حوالي عشرة كيلو مترات عن الحدود الأوكرانية وفقا لصحيفة ذي صن الإنجليزية وتؤكد صور سابقة لذات المكان عدم وجود أي آليات عسكرية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير فيما كانت هناك أعدادا قليلة جدا في السابع عشر من مارس الماضي أما اليوم فيوجد هناك ما يصل إلى سبع وخمسين مركبة عسكرية محطمة ومهجورة ونقل الموقع عن قائد الفريق المسؤول عن وحدة الاستخبارات الأوكرانية القول إن جميع الآليات العسكرية الروسية التي تصل إلى أوكرانيا ستنتهي في مكان مثل هذا وقال الخبير في الشؤون الدفاعية جيزيف ديمسي أن الاستنتاج الأكثر منطقية وأنها مركبات تضررت في الصراع مع أوكرانيا وتعرضت القوات الروسية لخسائر فادحة خلال المعارك مع القوات الأوكرانية بعد شهرين من انطلاق الغزو ونتيجة لذلك أعلنت موسكو تغييرات في خطاطها الرامية للسيطرة على كييف وقالت بدلا عن ذلك إنها تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة الدنباس بالكامل وكانت موسكو قد قررت سحب قواتها من محيط كييف ومن شمال أوكرانيا في نهاية مارس لتركيز عملياتها العسكرية شرق البلاد وجنوبها متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وأن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة